من تنبيهات لخطر الحرائق تتكرر من وزارة البيئة منتهى منصم الحرائق في لبنان على الرغم من تعرض لكثير من المناطق وأبرز عكار لكثير من الحرائق التي أثرت على عدد كبير من الأشجار المعمرة وهو ما أثار ذعر الأهالي التي عاشوا لحظات من الخوف والألأ من احتمال وصور النيران إلى منازلهم وممتلكاتهم ولكن اليوم وزارة البيئة أكثر من مرة بعد التحذير اليوم من استمرار خطر الحرائق يعني نحن على موعد مع مسلسل جديد لاندلاع الحرائق أكبر وأكثر خطورة حسب ما عم بخبره الخبراء البيئيين خلونا اليوم نفتح ملف حول هالموضوع ما حكينا بحلقة سابقة عن الحرائق كمان حكينا يعني عطينا إرشادات ووقاية كمان للناس كانت وزارة البيئة نحن عنا يعني استراتيجية بيئية نستفقدها اليوم ضيفنا لخطر الحرائق وغيرها بس مثل ما بيقولوا العين بصيرة واليد قصيرة لأنه لعنا تجهزات ولعنا عتاد وأيضا فراء الدفاع المدني على قد حالة وما بتقدر توصل إلى كل المناطق حتى المراكز الموجودة بالمناطق في عندها شح بالعتاد والعمال على كل حال خلينا نرحب بضيفنا اليوم برئيس الحركة البيئية بول أبي راشد صباح الخير صباح النور كيفك؟ نشكر الله يعني اليوم مسلسل حرائق بلبنان كابوس أول شيء لم يبدأ ولا آي متى رح ينتهي لأن عطول نحن بتشرين في عنا مسلسل حرائق بلبنان ليش بتشرين تحديدا؟ مظبوط هلأ نحن مش رح يبدأ لأنه بلش وبلش بكير ولهلأ لهلأ فيه أرقام بتقول أنه صرنا بالالفين وسبعمية وتسعة وستين حريقة هاي أرقام مجلس الوطن بخوص العلمية بخمسة أكتوبر ايه بس اليوم ليش هلأ تعميم من وزارة البيئة لأنه شهر تشرين وتحذير أنه هلأ عم تطرع يعني تحذيرات متتالبة يومين كأننا نحن قدمين على خطأ كبير بالحرائق حرائق تشرين الأول كل عمره أنا بتذكر من التسعينات لليوم أنه هي كارثية يعني إذا بصير حرائق بتموز وقاب وقيلول ومنلاقي أنه فيه سيطر عليهم دائما منلاقي أنه بتشرين الحرائق أول شي بتكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية نعم وبيتكون كارثية لأنه الجفاف بالأعشاب بيكون صار بأوجه الهواء والرياح يلي حاملة يعني مع اقتراب وصول الأمطار بتكون الرياح قوية قدرة أن تنقل النار من منطقة لمنطقة وتحرق مساحات كبيرة وأسباب الحرائق بتكتر شو مثل شو إذا مينموم مينموم حكينا عن المزارعين يلي بيكونوا عم بدون يقطفوا الزيتون بدون ينطفوا بساتين الزيتون وبيتكلوا على عمال أو هني أو بيتكلوا على عمال أجانيب وهون بتكون أسهل طريقة هي أنه بيحرقوا الحشيش اليابس فمع الهواء القوي ومع هيدا إلى الغابات المجاورة وتصبح كارثية وغير قابلة للسيطرة عليها نعم يعني قدمين على خطر كبير إذا ما كان فيه طوعية أو يعني ما كان فيه دراهية بالنس كمان بتروح على البكنيك أو كمان فيه عم بيفي تشحيل الأشجار كتير كبير وهو بسبب غلى الغاز والمسود مية بالمية في حالات إجرامية يعني فيه ناس بتحرق لأنه ممنوع تقطع وبتعرف أنه إذا قطعت شجرة فيه عقاب لأنه فيه قانون بيجزة من يأمن يلي بيقطع شجر من دون رخص من وزارة الزراعة ففيه ناس عفواً بترتكي بهذه المجازير عن هالحرائق عن قصد من أجل الحطب يلي الناس بدأ يلي بس عمين قال أنه يعني منه مرتبط على الإطلاق اليوم بموضوع الحطب قصة الحرائق نعم كله وارد يعني أنا بقدر أقولك أنه فيه حريقة صارت بمنطقة عكار بوادي جهنم نعم كان الشرارة طبعاً تقلت من مشحرة مشحرة للحطب نعم كانت كتير قريبة على مش منطفين حولها يعني لم تكن مراقبة من قبل مأموري الأحراج يلي الله يساعدنا على مأموري الأحراج موجودين يلي جزء كتير قليل موجود ولم يعينوا مأموري أحراج لأنه في قصة الستة ستة مكرر يعني هايدي الهرتقة الكبيرة يلي صاريت أنه ما تعين مأموري أحراج لليوم جديد والبلد بحاجة هايدي سرويت لبنان هايدي سرويت لبنان هاي الحرية السيادة والاستقلال أنه أنا شو بفيد دافع عن الحدود إذا احترق القلب إذا احترق داخل البلد ومعيد فيه لمسحات خضرة حلوة ولوديين ولغبات بقى إلا أكدلك أنه نعم المشاحر إقامة المشاحر كانت بعدة أماكن هي سبب لاندلاع الحرائق نعم يعني خلينا نقول للناس اليوم يعني الإهمال حتى البسيط اللي هني بيسموه يعني أنه ما انتبهت ممكن يولع خابة وحرش والأسوأ من هيك نوال دون محاسبة ما فيه هلا على كل حالة نمره على المحاسبة ما فيه محاسبة كل المفضعين الحرائق لا هلا ما شفنا حدا توقف موضوع الحرائق أو لأن ما بيقدر يعرفه يعني اليوم أنا يلي بيسرق لي 100 دولار من جابتي إذا ما هي 100 دولار يلي بيسرق لي بيسرق بيكون بحبس رومية ويلي بيرتكب ما بعرف شو خناقة ما حدا بتلاقيه بحبس رومية ويلي بيحرق آلاف الهكترات وبساتين زيتون وأحراج وثروة مثل الغبات بتلاقيه إنه ما لم يحاسب هيدا مش مقبول اليوم يعني المحاسبة لازم تكون موجودة والعقاب لازم يكون موجودة أكيد عنا أسبوعين خطيرين فينا نقول يوم عبرها صوت لبنان إذا وصلت الأمطار متل ما عم بتحكينا الأرصاد الجوية اللي بقى بقاش عم نصدقها ناطرين أنا أولاد مباري حعملوا حفلة لأنه شتت الدني شي نص دقيقة يعني ناطرينوا لهالأمطار هو اللي حتى نرتاح نفسيا عفوا نرتاح نفسيا إنه قطع الخطر إن شاء الله إذا مظبوط أحد تنين تلاتة وصل أمطار منطمين بالنا بس من هلأ لهيد الأمطار نعم أعلى درجة الخطورة موجودة وهون بدي وجه تحية لوزير البيئة لأول مرة مسؤول بالدولة اللبنانية مثل ما قلت بالمقدمة تبعي لأول مرة مسؤول عم بيتكل على الدراسات اللي عم تنحط من قبل الجامعات ومراكز الأبحاث يلي حزرتهم اللي هو موجود طبعا بالجامعة الأمريكية بالجامعة البلامند هي أكتر شي جامعة البلامند أي يعني هلأ جوج مترة رح يكون معنا به مية بالمية في المرصد بجامعة البلامند اللي عم بيطلع هالخرائط يوميا وين المخاطر موجودة لأول مرة في مسؤول يعني هو هيد الشيك اللي يجب كل يوم محافظ بمنطقة رئيس بلدية قائم مقام وزير زراعة هن يطلعوا يوميا ويقولوا للناس اليوم منطقتنا مهددة لا يجوز إشعال النار لا يجوز الاحتفال بالأسهم النارية لا يجوز إقامة سهرات نار من قبل الكشافة أو السيادين إلى آخره فهيدا الشي هل التحذير من قبل وزير البيئة جيد لا يكثير إيه بس التحذير إديش يعني له مفاعيد يعني اليوم نحذر ومنحكي 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 بتضل أحسن يعني يعني بداية لنقول وهلأ رح نشوف يعني يعني لازم يواكبوا كمان يعني مع القائم مقاميا مع المحافظين لازم يواكبوا من وزير الدخلية البلديات إنه نياخدوا هالأمور بعين اعتبار نزعوا على الأرض وشوفوا شو عم بيصير على الأرض بعدين نوال يعني للأسف الأبطال اليوم الأبطال يلي هني الدفاع المدني يلي بمشي مكانة آلياتهم يعني بحالة يرثى لها وبس أنا بطلب من المواطنين يلي عم بيسمعونا وعم بيشوفونا نزور موقع الدفاع المدني على فيسبوك ونشوف الجهوزية بالرغم من كل يعني لا في مصاري إيه بس خلينا لا في آليات مصلحة وبالرغم من كل هيدا عم بيستقتلوا أكيد كان فيها الأمور تكون أفضل من هاي وإنما لأ بدنا نقدي تحية للدفاع المدني بهي اللي عم بيقوم فيه مدري شو صار لي أنا بهال بحث فيك تشرب لنسألك سؤال مثلا بيعكر عنا 17 مركز للدفاع المدني موزعة من العبدة حتى الحدود السورية بوادي خالد وكلها عم بتعاني من نقص كبير بالتجهيزات وبالكادر البشري يعني عن جد كلها كلها إذا بدنا نحسبها ما فيها 47 عنصر ومعظمهم ما أنه نقادر على الشغل بسبب كمان تقدم بالسن يعني كمان ما فيه يعني اليوم لا التحذير لازم واجب وليس لازم ناخد الاحتياط واجب لأنه ما فينا اليوم نكافح ما عنا للعتيد ولا العتاد لنكافح الحرائق العكار هي أكبر منطقة بعد خضرة بلبنان نعم يعني من أجمل المناطق اللي ممكن تكون بوتانسيال للسياحة البيئية في الطبيعة من أجمل مناطق بعد خضرة أكبر غابة مثلا أكبر غابة خضرة بالشرق الأوسط لسنوبر البري هي بمنطقة السفيرة بالضنية عم نحكي ضنية عكار اليوم شو عم بيصير للتعويض عن هيدا الشي أكيد يمكن عم بيطلحز هيدا الشي على وسائل التواصل الاجتماعي في مجموعة شباب متطوعين ما قالهم علاقة بالدفاع المدني ولا قالهم علاقة بالدولة اسمهم درب عكار جابوا بواسطة التبرعات آلية أولى سموها لزيب وهلأ جهزوا آلية تانية سموها شوح وبيكبر قلبك وقتها بتشوفيهم عم يدخلوا بمناطق أصلا الدفاع المدني أوقات صعب بقلياته الكبيرة يوصل عليها شباب متطوعة منما تفوعة من قبل الدولة عم بتفوت الدافع يعني هيدا البعده اللي مخلى لبنان واقف على إجراء هي هالنخوة وبيطلع لك ناس تسب بالجمعيات وتسب بالمجتمع المدني ليش؟ لأنه المجتمع المدني اليوم عم بيغطي بالسياسة عم بيغطي بالعمل الاجتماع والعمل البيئي هيدا المجتمع المدني اللي واقف اليوم وقف البلد على إجراء كمان فيه يعني معتدين اليوم على الجمعيات وعلى المجتمع المدني فيه ناس عم بيستفيدوا بيدخلوا يعني مختلفنا مختلفنا بوين ما كان فيه ناس عم بيركبوا على ظهر المجتمع المدني خلينا نستقبل اتصال من علي لندن وبدأ ذكر بقرام تليفونات اللي عنده أي شي بهالإطار لأنه فيه رؤسة بلاديات بدون يحكونا على 0125511 01325555 لخلوي 76611005 وعبر الواتساب على 76611001 علي لندن تفضل يا رو سباح خيست نوال لك ولضايفك الكريم معرفي الموضوع تبعك هو البيئة والبيئة لما بدنا نحكي عن البيئة ما فينا نحصرها بس بالحرائق خاصة بلبنان هلا رح نحكي عن غير بحن نبلش أنه في خطر حرائق بلبنان ونحن ما عنا أجهزة لندافع مش نيك عم نسلط الحلقة على التوعية على هالموضوع آه أوكي كهير منيح بس ستنا ستنا وعلا خلينا ناخد الموضوع البيئة والبيئة هو هي دائرة هي دائرة بتحيط بالإنسان من الأشياء الحية ومن الأشياء الغير حية من الأشياء الحية هي زرع الحيوان البكتيريا الفطريات والخلايا ليمنى حية مثل المي والتربة والهوى والأشياء المعدنية واللايتس لما أنت عم تحكي عن لبنان عم تحكي بهذه الدائرة ستنا وعلا بتقدري تتصوري أنه شو هي ردات الفعل اللي موجودة على الإنسان وقديش عم يتعرض الإنسان لخواطر من وراء البيئة أنا ما خاطر نعم طبعا لما عم تيخذي تقرير تقرير ستة نوال عم تيخذي الأطباء بدون حدود أو تقرير المنظمة منظمة الصحة العالمية عم تلاقي في عندك أنت بلبنان نسبة نسبة السرطان بشي مخيف يعني مرتفع من سنة الالفين واتناش وعندك الإصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية كمانة في عنده من الفين واتناش عم يضعب كتير هيدا كلها يتناتش ستة نوال عن أمور عم يتتعرض ذا للإنسان من خلال البيئة أو من خلال الحروب أو المواد الكاموية اللي عم تستعمل بالإضافة لأنه بأرضنا بالتربة مدفون مدفون نفايات كيميوية لحد يتلق مع حدا نعرف أردادها واترددادها على الصحة وعلى الزسان على أمل أنه نغير أنا بدي أشكك علي لنتم ناخد اتصال مين معي ألو يا موزور يا هلا ستة نوال الحمد لله بدي قبل واحدة عن بيحكي على الجمعيات المدنية أنا اللي بدي أقلك يا مش كل في اسمه الجمعيات المدنية اللي وحفت الاثنين على الجرية جزء منهم والجزء التين اللي استفاد ماديا وما قدم ولا خدمة خاصة ما حكينا عن البرازيت أنه بيركبوا على مدين نوال نعم نسمي الأمور بأسمائها دخول العصر التغير المناخي وتقبله طبعا وتعديله والحرائق اللي كانت من عشرات السنوات يعني كمان تغير المناخي له عنصر أساسي اليوم بالحرائق أكيد أكيد على هذا الشي سنت الماضي وصلت الحرائق لأول مرة على الأرز واللزاب يعني طلعت على علو ما بحياتنا كانت الحرائق توصل إلى قمم الجبال أكيد منرجع منقول الجفاف عم بيحل بسرعة أو شيء الثلوج عم بتدوب أسرع من قبل الهوى الرياح عم بتكون كل الصيف يعني نحنا وقتا رحنا على البحر بها الصيفية فيش مرة نكون يعني رايحين على البيسين أو على البحر إلا ما يكون الهوى قوي يعني ما كان عندك أيام مثل ما تعودنا على الصيفية حرارة شديدة ما يكون فيه هوا بقاب أكتر شهر بيكون فيه حرارة عالية ما يكون فيه رياح اليوم عم فيه تغير مناخ أكيد وعم نشوفه بكل دول العالم يلي شفناه بتركيا يلي شفناه بقبرص يلي شفناه باليونان وبالجزائر بكل دول العالم فيه تغير مناخ وبدنا نصدق من هيك اليوم قدام حكومة لبنانية وكل حكومات العالم قدامنا أكبر تحدي أكبر من من التحدي الاقتصادي وأكبر من أي تحدي هلأ اليوم عم بقرأ تقرير إنه 25% من الماميفار اللابونيت بالعالم معرضة للانقراض يعني بسبب تغير الملاخ بسبب كل تعدينا على البيئة نعم بتستقبل اتصال مين معي صباح الخير يعطيك العافية يا هلا معيك لمهند الشرب الأبو جودة يا أهلا وصحلة فيك في عندي فكرة صغيرة ياريت موارزة بتمشي وأنا بتمشي ببنان عندنا كنز نحنا هنها شجر بس مش عم نعرف أنه إذا بتشحلوا بترتب شوي تحتهم مستفيد بكنز كامل إذا بتشحلوا حطب فارم نجيب فرامات نستفيد منهم كمانا للوقود بس مش حالي مش قص شجر هايدي شغلة كنز للبنان فيها تعمل متخول للبنان بالمليار دولار بالسنة بدون ما نقص ولا شجرة بإدارة بدأ إدارة بس نهون إدارة بلدية بيئة يشتغلوا مضبوط وهذا التنظيف هو بيخفف 90% من الحرية ويعطيك العافية شكرا لأيلك بتتمنى هالفكرة صحيح صحيح هايدي بيسموه إدارة الغباد لأن أحسن ما المستمعين يفتكروا أنه البيئيين هني ضد قطع يعني ممنوع ندق بالشجرة لا في تشحيل ما في شيء اسمه تشحيل يعني على طول مع كل موسم حتى أوقات مش بس من شيء الأخصان حتى أوقات بيكون في أشجار نباتي تحض بعضها وبتطلع كلها ضعيفة من المفترض أنك تخفي في شجرة وهذا الشيء كل الناس بيشوفوه بالدول الأجنبية في هالجارد فوريستية بيقطع بحط مثل بوية على الشجرة علام أنه هاي الشجرة لازم تنشيل ومثل ما قال الاستيش شاربي اللي هلأ اللي اتصل أنه القيمة القيمة إن كانت كتدفئة أو إن كان لا استخدام هيدا الحطب كطاقة كمصدر للطاقة هو مهم جدا وبنفس الوقت بنكون عم عم تنضف ترجع الغابات ما هو كل مشكلتنا أنه نحنا بطلت الغابة بطلت الغابة تفيدنا نحنا بطلنا نفوت عليها مش نكسرت عم تحتري بسهو لازم نحن نفوت عليها نحنا الغابة هي مكان كانت الممرات الإجر كان راعي المعزة بالغابة عم نحكي الغابة الكبيرة بينما راعي المعزة وقتها بيفوت على أرض احترقيت وعم بتفرخ يصبح يصبح يدر على كل حال غير نعترف ونحنا على طول منحكي إنه الاهتمام منه كافي من قبل القوى السياسية على الرغم من خطورة هالحرائق ومرور البلاد يعني بتجارب صعبة مع الظاهرة البيئية عم تتكرر كل سنة هلأ بشكل مقصود أو غير مقصود فيه كمان قصد أوقات يعني فيه حدا بيروح بيولع غابة طبيعي مش إن هيك نحنا بدنا كون متحضرين نحنا بدنا كون بحالة حرب فيه ناس لكن فيه ناس صارت تحكي بهالكم يوم إنه إسرائيل بتكب قصص فوسفورية لتحرق لنا غباتنا خلينا نعتبر إنه مظبوط فيه حالة عدوانية من إسرائيل بده تحرق لنا غباتنا بالمقابل أنا بالمقابل وين خططي وقت بحط معنا خطط بحط مئة مليون دولار للكهرباء مبحط دولار لجهوزية البلديات والدفاع المدني نعم فهيدا بيدل إنه قلبهم للمسؤولين بلبنان منوا على الثروة الطبيعية الحرجية نعم منوا ماهتمين بطبيعة لبنان هن عندهم فيليات وعندهم شقق ببلدين تاني بسويسرا بروحوا بروحوا عغير محلات بيتمتعوا فيها بالطبيعة وهنا ليجنوا الأموال على حساب الشعب يعني رغم كل اللي عم بتقوم في الوزارة هي محاولة منا كيف هلا لأنه هلا بعدنا بالوزارة جديدة أو بسبب عدم وضع إجراءات تنفيذية بتساهم بالتخفيف من حدة الأزمة يعني على كل حال هلا بدنا نطرح أسئلة كتير على ضيفنا عن دكتور جوج نتري يعني اليوم أي إدارة بدنا نحملها مسؤولية حرائق عندك نواطير الأحراج عندك الدفاع المدني عندك وزارة البيئة يعني اليوم خصوصا عنا استراتيجية اليوم عنا استراتيجية وطنية لإدارة الحرائق أقر مجلس الوزراء من سنة 2009 وما اتطبعت وهيدي شو كانت بتغير بالمعادلة أكيد كانت بتغير لو عنا يعني شو بقوله مش لجنة كوارث لجنة متابعة مش بس الحرائق لغبات لكل الكوارث اللي عم بتصير في عندك وزارة الدخلية مسؤولة ملا يعني هيدا الاستراتيجية كانت بتجمع الكل هيدا معملي متوجه وزارة الزراعة ووزارة الدخلية ووزارة البيئة بس لو محصورين بي مطرح واحد يقدر المواطني يدق عليه مش من ميلي يدق مفتوحة على تسكير بالكون ومش ومش شايف انه في حدا اعتدى على الثروة الحرجية وين وين التحقيقات اللي عم نحكي عنا انا دايما يمكن معك هون بالزيت لتلك انه من سنتين احتفل احد الاشخاص انه ابنه تخرج زابط بواحد قاب بمنطقة جل الديب احترقت هالتلة الخضرة الحلوة تحت دير الصليب وهلأ نحن وجين على هيدا الطريق منطلع من لقي صارت كل الاروزيون بتطل في عليها شجر وشي ببك شكلها طيب هيدا شخص معروف فرقع وحرق هيدا التلة ما تحسب ما كلمة نحن وين وين المخافر هالقوى الامنية من شغلتها شو تعمل بس مخلافات البناء يلي نحن منقدر نعمل يعني فيها فهون بين هليلين بس لقلي كنا عم نحكي عن وشبات الدولة طيب أنا اليوم جمعية الأرض لبنان جمعيتنا يعني استكملا لخبرية شو الجمعيات عم تعمل نحن قدرنا بخمسة الاف دولار تبرعات تبرعات كنا عم نجرب انه نطلب تبرعات لنجيب إلية لإدفاء الحرائق ببسري بدل الإلية صنعنا لأنه المخباط إذا بنجيبه من أمريكا حقه 120 دولار درنا نحن صنعناه بعشة بالمية من حقه هالمخباط توزعناها دي عدد 130 لا هيدا كان ديما وقتا لكنا بلشنا نحن حوالي 200 مخباط وإذا بتسمع التموانيان اشتبع رؤسة البلدي هلأ بدا نسمعهم إنه كيف إذا مخباط يعني نحن عم نحكي ب5000 دولار جمعية جماعتهم شو عملت فيهم طيب هلأ بدا نحكي عن المخابيات ودورة وزعتوا لأيا بلديات بس خلينا نقول ليش حرائق اليوم غير مبارح على الخط مباشرة مدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية بجامعة البلمان دكتور جورج متري صباح الخير صباح النور لحضرتك وكافة المجتمعين ولضيفيك ستبول ليش حرائق اليوم غير مبارح لأنه نحنا عم نعيش بعالم متغير في عنا كتير أمور تغيرت منا الاجتماعية والاقتصادية والمناخية كلها هيدا عم بتأثر إنه الخطر كنا نتعامل معه من عشر سنين ومن عشرين سنين بطل هو ذاته الخطر عم نتعامل معه بها السنين والنتيجة إنه عنا آخر ثلاث سنين أسوأ ثلاث سنين شهدنا فيها مواثم حرائق حرائق كارثية ما كنا نشهدها بتاريخ لبنان مسجل بموضوع حرائق الغبات نتيجة شو هيك باختصار نحنا حكينا يعني العدد من الأسباب التي تؤدي إلى الحرائق بس نتيجة شو باختصار به رأيك هأحكير هني اللي عمنا أول شي نحنا أهملنا غباتنا لسنين طويلة يعني ما كنا عم نستفيد من هالغبات ما عم نشحلها ما عم ننبسط في كتير محلات ما بطل فيها إدارة لهالغبات في عنا التطارفات المنخية صارت متكررة سنة بعد سنة الجفاف اللي عم بيكون لفترة أطول وهذا شي كمان خلينا نشوف حرائق بجبال العالية بجبال العالية اللي هي صارت معرضة أكثر للجفاف منها غبات الأرض والشوح والذات وهيدي كلها نحنا بدراساتنا من الألفان وعشرة كنا عمنا نواصنين لهذه المرحلة وحتى عملنا منشور تبعيني خطر الحرائق في عالم متغير وبالتالي يعني ملنا متفاجئين أنه وصلنا لهم بقت الأسف متفاجئين أنه كيف من عمل فيه بالماضي حتى نتجنب هالكوارث اللي عم نشهدها حاليا طيب شو الخسائر اليوم أنه يجي عن الحرائق نحنا شو خسرنا خلنا نحط هيك أرقام خسرنا كتير بسبب الحرائق نعم خليني بس إليك أنه بس بحريق واحد بنهيجة شهر تموز هزا العام بالقبيت منطقة عندية لقبيت عكسنا أكتر من 17 سنة التحريج عدد الأشجار اللي راحت عكست كل الأشجار اللي نزرعت بآخر 17 سنة دكتور متري بس إذا بتوضح شو قصدك بكلمة عكسيت لأنه مش واضح يعني كأنه ما زرعنا شي يعني الكمية الأشجار الزرعناها يعني كل هالمجهود راح دعون مظلوط يعني شغلة مؤسفة وعملية التحريج اليوم كلنا بنعرف قديش عملية مكلفة جدا بتطلب لكتير موارد بشرية وموارد مالية الهيكتار الواحد كان نكلفنا خمس تلاف دولار نزرعه بسبعمائة شجرة ونعمل لهم صيانة على فترة أربعة سنين بالتالي يعني هون بس إذا بد اليوم احسب الخسارة المباشرة من الحريقة بحريق واحد خيرنا أكتر من خمسة وعشرين مليون دولار اللي هي للأشجار بس اللي ولعت هيدا عدا عن الخسارة الغير مباشرة من الخدمات البيئية اللي بتقدمها الغابة وهيدا عم بحكي بس عن حريق واحد فكيف إذا عم نحكي عن أكتر من اتنعشر ألف هكتار من الجابات اللي احترقت بس بإخر ثلاث سنين ونحن كمان ثروتنا الحرجية عم نتعاني مش بس من الحريق من الأمراض والخشرات والقطع الجار وحد عم بيتطلع وللأسف كمان مش بكل قطع الجار عم نعيني منها أكتر وأكتر هيدا السنة بسبب هالأزمة الدائقة المالية اللي عم نعيشها وغلل المزود فإذن يعني اليوم الثروة الحجية هي من الموارد الطبيعية اللي بتستأهل وليزم يكون في عندها خطة إذارية وحماية لأنه هيدا هيدا ثروة لا تعوض إذا أغسرناها نعم يعني اليوم في نقص اللوجستي عم نعاني منه يعني الناتجيزات موعدات مخصصة على أطفاء الحرائق في لبنان فمتكلين هلأ على التوعية يعني ما عنا إلا نحذر ونوعي طيب إلنا الغابات بتجدد نفسها بنفسها إذا احترقيت ولا لأ إحنا بدنا نرجع نزرع في كتير غابات ما بتجدد نفسها للأسف يعني كنا عم نحكي شوها بنشوعي عن الحريق اللي طارت بغبات الأرز والشوح وليزيب هذا شجر ما منه متأطلم مع الحريق بالتالي إذا وليع ما بيقدر يرجع يطلع بشكل ينبت بشكل طبيعي وفي كتير من النباتات اللي هي بهذه المناطق العالية هي نباتات مستوطنة وفريدة من نوع ونادرة كمان هاي دي ما منه متأطلم مع الحريق فبالتالي الدرر الإيكولوجي والبيئة عم بيكون ما فينا نستخل وما في يطلع حاله بطريقة طبيعية فيه غاب يرجع ينبت من البزور من البنك البزوري الموجود بس كمان إذا صارنا عم نشوف حرائط متكررة بنهاية الأمر منفقد بنك البزوري وببطل كمان هالغابة حتى جابة السنوبر البري عندها إمكانية أنه ترجع تعمل النبات بشكل طبيعي نعم المشكلة اللي احنا عم نتعامل معها هي تكرار الحرائط وقوة الحرائط اللي هي عم تعمل تدهور كبير بالتربة بالأراضي وبالغطاء النباتي لدرجة أنه هالغابات عم تفقط مناعتها وقدرتها أنه ترجع تعمل عاد تأهيل لحالة بشكل طبيعي طيب شو المطلوب اليوم نحنا بيظل ملاتي جيزات ولا عتاد ونقص بالعديد إن كان بفرق الدفاع المدني ووزرات مش عم بتقوم باللي لازم تقوم فيه وكلنا منعرف صارت يعني عدية شو المطلوب اليوم جورج متري قبل ما ننهي معك دكتور جورج متري اليوم هلأ هلأ بالوقت الحالي اللي المطلوب أنه نتجنب نتوقع من الحرية كيف يعني بدنا نتوقع يعني توعية للناس اللي حكينا عنها قبل شوية مع ضايف لابول راشد نعم الناس عندهم دور أساسي بس كمان اليوم كل الإدارات المعنية بملفة الحرية وعشان هيك فهي استراتيجية تنحدد الأدوار والمسؤوليات بسرط تتحمل مسؤوليتها بزارة في جمعتين وتبلشت هالإدارات تاخد على عتاء هالإنذارات اللي عم تطلع نحنا منطلع بشكل يومي المؤشر لخطر اندلاع الحرائق وكانت عم بتنسق بيناتها شفنا قد تجنبنا حرائق كارثية بس بآخر جمعتين فكيف لو بالأحرى هالشي كان عمينا عمل على الثلاث سنين الماضي قد كنا تجنبنا توارث وحرائق دلعت بالغيبات تبعيزنا فإذن اليوم الإدارات وخصوصا اليوم يعني كمان بدي نوع وتكون وزارة عم تعمل شغلة مضبوط مثل ما نشغل بوزارة البيئة مؤخرا وتبع تكتب بشكل يومي ورسائل لكل الإدارات التانية انه نتبهوا في خطر حريق كان في تنبه بالفعل فريد من نوعه وشفنا انه كان في تدخل سريع لكتير حريق كانت عم تنتمي اخر فترة بالتالي اليوم هذا الالتزام وتحمل المسئولية ضروري نكمل فيه ضروري انه نحدث هالاستراتيجية ونطبقها بش بس انه نكون في عمنا استراتيجية ما عم تتنفذ على الارض من وطاية وتدخل سريع واعادة تأهيل بعد الحريق حتى نكون عم نتعامها بشكل افضل مع ادارة خطر الحريق وهو حيزيد بالمستقبل نحنا يعني بتما عم نشوف انه اخت الاثنين الاسوأ بعدين حنوصل مدير برنامج الاراضي والموارد الطبيعية بجمعية البلماند قد دكتور جورج متري بور راشد شو دور البلديات يعني اليوم الى دوري كتير مهم هي المجتمع المحلي اللي لازم ترائب شو عم بيصير ضمن النطاق ليش عم تعطي لبور راشد ابي راشد هي اغطل لك اسمها البلديات البلديات هي الاساس هي الدولة عصغير هي كل شي وهون للأسف للأسف انتخابات البلديات كيف عم بتصير عائلية بدون اي رؤية بكل المواضيع بالنفايات لو البلديات كانت افضل شو كان صار ما كنت نحلط مشاكلنا نعم بكل المواضيع البلديات بس برضو في تجارب كتير ناجحة في تجارب كتير ناجحة من رؤساء بلديات ان كان بمكافحة الحرائق او ان كان بمعالجة النفايات وغيرها فلازم نضوي لازم نضوي على هيدا التجارب يعني ما بعرف لازم نضوي لانه عندنا هلأ رئيس بلدية عين زبدي نعم خلينا نسمع وشو عم بيقول سبع الخير مدام نوال كيفيك ان شاء الله مليحة معي كشارب النهر رئيس بلدية عين زبدي بالبعر الغرب انا رح احكيكي معاناة صارت معي بالنسبة للحرائية وبالنسبة مع الاسف للاليات المعتمدة لدى الدفاع المدني انا بالنسبة للحرائية يعني قدم لي السيد بول ابي راشد الجمعية اللي بترقصها مخبط مخبط هو يعني دغري نحن فينا نوصل على الحريقة ومبلش نطف بطرق بدائية بس طرق فعالة لنحاصر النار وبس نحاصر النار اول دقيقتين او تل دقيقة مكون خففنا كتير مساحات عن الاحتراق مكون ساعدنا اليد دفاع المدني اللي بتوصل للطف الحرائي اما بالشيء التاني فانا عندي كمان مشكلة مع الدفاع المدني مع تأخير بالمعاملات اللي بتصير نحن عنا قلية دفاع مدني في مركز بمركز صغبين مع الاسف تعطلت وبقت فترة معطلة لان لا تجي المناقصات ولا يقدروا يسالحوا ومفاش مصاري مع الدولة قدامنا نحنا قدامت انا شخصيا انو انا بدي صلح الالي لانو انا اللي احمي كمان احنا ضيعتنا فيها احراش كتير وفيها سنديين وقارد طرقاتها قدامت لسلحها بس اخدت وقت كتير ولما نعمل وصاية مع العميد ريمو خطار لا عطونا اذن قبل ما نعطي كتاب ما كنا بعد نصلحناها بقى الكرمالي كمان مطلب منكم من الاعلان انو سهلوا هالأمور خاصة هلأ وقت الدولة مفلسة مع مصاري مع بيقدروا يعملونوا شي للمركز الدفاع المدني بقى يتركون على البلديات يتركون على المنظمات المحلية اللي بيقدر تساعد ما يحطونوا نعقابات هاي شغلي كتير مهمة بول أبي راشي نحنا صار معنا زيط الخبرة قدموا لنا ناس سيارة لا حماية الحراي بمرج بسري ما قبلت وزارة الدخلية يعني نافعة اننا نسجلها على الجمعية هو بالقانون يبدو بالقانون انو الجمعيات في قليل يعني طيوتا نحنا اجينا طيوتا مثل بيك اوب قال هاي دي بس المزارعين والشركات فهي دي اللي عم بعيني منها رئيس البلدية انو عم بيعرض يصلحوا سيارة الدفاع الساعة البدنا منطبق لانو ساعة البدنا ما منطبق 100% ونحنا بحالة طوارئ من هيك بتمنى عليك مادام نوال ياريت بنعمل حملة نحنا من وقت حكومة دياب عرضنا وعبعتنا كتب ودراسة انو لازم نعلن حالة طوارئ بيئية متل ما عملتو وتعبئة عامة لكورونا نحنا بوضع بالبنان بحاجة لحالة طوارئ بيئية يعمل بيئة اهم شيء منيح يمكن يلفت الاساس شربل ابو جودة على قصة انو ديال غابة بتطلع مصاري نحنا غباتنا اذا منحافز عليها منطلع منا طاقة ومنطلع منا يا عم اذا الناس بس لفت عراي زعتر وزيت نحنا منقدر نقطع المرحب لك الناس تعلق علينا بس انو نحنا طبيعتنا طبيعتنا منتجة غاباتنا فيها فيها غزة فيها ادوية فاذا المطلوب علينا حالة طوارئ بيئية صح لننقذ البيئة لانه اول شيء منوفر فاتورة كبيرة صحية فاتورة دوائية منحافز على صحتنا ماء وكمان بغزائنا وكمان منوفر ماء ماء وتربتنا وكل شيء على كل حال نحنا كنا نطرين انو يتواصل معنا وزير البيئة على ما يبدو مشغول اللي رح اتواصل معك بس انو اقدر شوي اطلع من اجتماع موجود نحنا نطرينه لحتى نشوف انو ممكن يعنون لانو بلش بالتحذيرات وبلش انو عم بيشتغل اول شيء منع الصاد يعني عندو صحيح عنوين عم بيشتغل بما يبشر انو عم بيكون في ارتدادات ايجابية صوب البيئة كمان عنا طيور خلينا ناخد سبع الخير سبع الخير لديو بيك اليوم قمنا الصبح نروحنا لنعبي غاز يعني ها عم نحكي عن الغاز نحكي بيئة 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 ما في غاز على كل حال خلينا ناخد غيرها لأ بكرة بنحكي كل يوم عم نحكي عن الغاز يلا بنرجع نشعل على الحطب الهيئة بدنا نرجع نشعل على الحطب اخر بس يكون حطب في حطب نضيف في حطب نضيف وفي حطب بيئزي البيئة شو بتنصح يعني ايا غار حطب بدنا نوال يعني فينا نعم مثل ما قال دكتور متري بدنا نعمل إدارة للغابة مين لازم يعملها كمان بدنا نرجع بدنا دولة تتعمل كمواطن ويكون موجود مشكلة المواطنين عندهم ملمين بهالشي منوال إذا أعلننا حالي طوارق بيئية بالتنسيق بين وزارة الزراع ووزارة البيئة ممكن يكون فيه متطوعين إن كان من جمعيات أو طلاب طلاب الهندسة الزراعية الرب البيولوجي هوا كلهم بيقدر يلعبوا دور إنه نعمل حالي الطوارئ تشرف على حماية تنظيف الغابات واستفادة من الحطب لنشوف هالفويس إذا بيحكي عن البيئة ما بنعرف إذا عم بسمع هلأ حداً عم بيحكي عن الأحراش وعن يمكن من أستاذة بول أبي راشد الأحراش ولا مرة أنا أعيش بمنطقة كلمة واحد بده يحرق الكشح هي اللي بالأرض بس يكشحوا السنوبر ما بينقلوا صرفة فبيجمعوه مطارح مطارح وبيولعوه بيولعوه ما بيكون ما بيكون ما بيكون ما بيكون ما بيكون يعني يديك اليوم احترق حرش بين الأعقر وعين الصفساد كانوا عم يكشحوا السنوبر عم ينطفلوا حراشدها لأنه صار ترم الفرات السنوبر بي ولعوه وما قدروا سيطروا عن النار ولعي الحرش نعم ولعت مسحات كبيرة صحيح ما حدا نجيب سيرتها على الإعلام ولا هيدا اللي راح ولع الومينوس هلا بلا نجيب سيرتها على الإعلام بس ما نجيب سيرت اللي ولع ما نجيب سيرت اللي ولع على كل حال نعم نوال في حلول هون بالكورة وكانت جامعة البلمند شريكة فيها معمل بيجيب كل هالكشح يلا بيطلع عن الزيتون وعن غيره وبيفرموه بيعملوه حطب يعني للتدفئة زيت الشيء المحمية أرزي شوف كمان عم تعطي المزارعين آلة في الرامة بتفرموا كمان بيعتقد عم بيستفيدوا منه هيدا أو بالكومبوستنج أو كمان لإنتاج شيء للتدفئة إذن على السدود العشوائية على ردم البحر بالزبالة فيه مصارف فيه مليارات اليوم يمكن بجريد النهار كتبوا أنه مليارين دولار على السدود هدر هدر مليارين دولار نحنا لقوا مليونين دولار مليارين دولار لمشاريع فش لسلفا مية بالمية بقى لكن نحنا وين هدرنا الأموال العامة ونحنا شو كان فينا نعمل نحنا مضبوط غيباتنا هي مصدر مصدر دخل غير بالسياحة وغير بأنه نبيع السنوبر مازال مازال السنوبر البري عم بينشر لينحط مع الزعتر السنوبر البري مش الجو يعني غيباتنا مصدر إلى جانب هوا كلهم آه فينا نحنا نشحل ونستعمل الحطب بإنتاج الطاقة على كل حال يعني كمان يعني غيباتنا هي مهددة كما بمشروع معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية بيرئة هاي دي هرتقة جديدة هاي دي هرتقة جديدة بدافعنا أنه نحنا بدنا نأمن كهرباء يعيب الشوم عن جد يعيب الشوم أنه نوصل لمرحلة أول شيء خلينا نطلع خلينا نقول فكر شموليا نحنا نفعل محليا نحنا كوكب الأرض بخطر لكن شو عم بيصير بالأعصير كانت وسيت عدوباي نعم هيدا الأعصار اللي ضرب عمان هديك اليوم وكان وصل يعني الأعصير اليوم قادرت اش كل شي عم بيعملو الإنسان اليوم معقولة نقترح أنه أربعمية وشي ألف متر مربع بساح القضاء بعبدة بالغبيرة يلي هي اليوم مخصصة لنادق الجولف أنه نجي نشيل مساحة خضرة لحتى نحط محطة كهرباء بني بيقولوا أنه الكهرباء أبدا يعني هيك يجي معادلة الكهرباء أبدا الكهرباء أبدا من نادي جولش الكهرباء منزبت الجية بيتزبت الزوء في مئة حل بس منطقة خضرة لا يمكن التعويض عنها عيب أنه يطلع أنه بعض رؤسة البلديات أنه ضغري يجي عراصهم أنه ندمر المسيحات الخضرة مثل ما غيره دمروا المسيحات الخضرة لسدود فاشلة تريندوا ماشي الطبقة السياسية الحالية ما عندها وعي بيئة بيتماشى مع حاجات العصر نعم على كل حال عم بيقول لي مواطن لازم نطف الحرائق القضائية اليوم اللي هي دهمة أكتر من الحرائق الحرجية على كل حال بدنا نحكي بالحلول حكينا عنها كتير اليوم شو مطلوب من وزارة البيئة تعمل اليوم قبل بكرة يعني ما بقى فينا ننطر خطر داهم على البواب اليوم إذا اشتر رياح قوية في خطر من اندلاح حرائق ونحنا ما عنا لقدر نواجهها شو المطلوب اليوم هون أبي راشد قبل بكرة أنا بقول له معالي وزير البيئة بإعلان حالي الطوارئ بيئية بأسرع وقت وإنما بالنسبة للحرائق أن يطلب من قيادة الجيش إعلان استنفار لكان إجيت الأمطار استنفار هلأ ثلاث أربعة أيام نستنفر كلنا جمعيات بلديات وقيادة الجيش أنه نراقب هذا الوطن الأخضر يلي هو شانس أنه نرجع نسكر الديون يلي علينا هي هي كل دول عالم أنا قلتها هدي كل مرة بإحدى المقابلات أنه بده يرجع نقول نيال لعنده مرأة عنزة بجبل لبنان لأنه التغير المناخ سوف يحرق هذا الشرق ما رح يكون فيه بهذا الشرق ملجأ للمياه والمناخ المقبول إلا بلبنان فأنا بطلب من وزير البيئة أن يتواصل مع قيادة الجيش أن تعلن حالة استنفار بين القوى الأمنية أمن داخلي وأيضا الجيش اللبناني مع البلديات كلنا كل وسائل مشكورة مشكور صوت لبنان دايما حضرتك بتبادر بالوقت المناسب هيدا الأسبوع المتبقي من هلأ للأحد هو أخطر أيام علينا من نسبة للحراية فلنعلن حالة طوارئ بإيه أن نستنفر الجميع لنراقب ولنتدخل بسرعة برفش برفش يلي بيشوف حريقة يحمو الرفش وينزل ويكب طراب على النار أول ما تبليش وهون أنت تحمل كل الناس هيدا اللي عم بيفرط السنوبر أو عم بيقطف زيتون إذا بيولع نار عن جد ما بدي إله يقطشوله صبيعه عيب نحنا ما منحكي بهيدا الطريقة وإنما أن يتحمل مسئولية أن يعاقب أنه يزرع شجر أنه عاقبه أنه نجبره بهيدا المرحلة يقعد ما عم بيعمل شي إلا يزرع شجر مقابل الحرائق إذا تسبب فيها على كل حال أنا بدي أشكرك وبدأ نقول أنه الخطر داهم مع أنه وزير البيئة اللي تصل فيه على عشرة ما رد عليه مش مشكل المهم إن شاء الله بيكون عنا حلقة يعني جاية معه لأن الموضوع البيئي هو من أهم المواضيع اللي تطرح تفضلوا يا عمي بيعملوا استراتيجيات وما بيطبقوها يعني استراتيجيات قوانين بدون مراسيم تطبيقية اليوم عنا العديد من القوانين ما بتتطبق في حدا مش عم بيحاسب كمان يعني المحاسب حتى في ناس كتير معروفين بالاسم هني ولعوا أحراج تسببوا بخسائر كتير كبيرة وما تحاسبوا لأن المحميين من أحزاب مثل ما محميين وزراءنا من أحزابهم وزراءنا السابقين ونواب إنه ما بيجوا على التحقيق لأن هني محميين صارت القصة المحميات اليوم هي السائدة ما بقى إلا إنه الشعب يرجع يمسك هو يمسك بأيده حماية هيدا الوطن إذا هني عم بأسره ونحن ما لازم نتركهم يحرقوا هيدا البلد نحن خلينا نكون الجيش الأخضر يلي بدوا يحمي لكننا أبعناهم ونقطة على السطر شكرا لإلك رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد شكرا لإلك أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان كنا live فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5 بيختم هاللقاء تيا بالأمنيات مني نواليشا عبود دليدة غانم موالموح رجو جلاليي ترجمة نانسي قنقر